السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام نحن وياكم في حلقة جديدة مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راثب النبيسي أهلاً ومرحباً بفضيلة الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم الله يحفظكم يا دكتور شيخ الكريم مستمعين الكرام حلقتنا لهذا اليوم التغيير أم التبليغ كلاهما من أهداف الدعوة أن يبلغ الإنسان دين الله سبحانه وتعالى انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية وأيضاً أن يسعى إلى تحقيق التغيير أين يفترض أن تكون أولوية التفكير لدى الإنسان أن يكون مبلغاً أو أن يكون مغيراً شيخ الكريم أهلاً وسهلاً بفضيلتكم بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم الله يكلمكم يا دكتور هذا شيخنا قد يكون صراع داخل نفس الإنسان وأحياناً بين بعض الأشخاص على اختلاف منابتي ومنابع تفكيرهم هل دورنا الأكبر أن نكون مبلغين مؤدين أم أن نكون مغيرين في عندي جواب جامع مانع أن تجمع بينهما أن تبلغ المعرض لعله يتعظ أما الذي استجاب أن تتابع تبليغك إياك ليحكم استقامته وعمله الصالح إنسان بدك تقنعه بالدين إنسان بدك تعلمه تفاصيل الدين واحد يقنعك بكلية أن يكون لك دين أن تعود إلى الله أن تصطلح معه أن تتوب إليه هذا تغيير أما التعميق التبليغ هذا أما التغيير بده تربية بده متابعة فذلك لا بد من شيخ مربي في شيخ مبلغ في شيخ مربي والفرق بينهما كبير شيخ مبلغ ألقى محاضرة بجامعة ألقى بمسجد أما شيخ له إخوة يتعامل معهم يوميا يتفقد شؤونهم يتفقد أحوالهم يتابع أخبارهم يسألهم عن أولادهم عن تجارتهم فيها خطأ فيها صواب فالمتابعة والفردية في الدعوة هي التربية التغيير هي أما إلقاء درس بجامع أو بجامعة أو بالتلفزيون أو بإزاعة أنت بلغت بس هذا المبلغ يترى قنع ما قنع إلو سؤال إلو استفهام إلو تعليق عنده حالة خاصة عنده وهم أخده من عالم ما كان مصيب بكلامه فأنت هي محاولة سهر كثير مهمة التربية في عنا تعليم وتربية قديما كان عنا كان بسوريا وزارة المعارف فقط هلأ صار وزارة التربية والتعليم تربية متابعة تربية متابعة فهم الطالب متابعة اهتمامه بالعلم علاقته بوالديه علاقته بأخواته علاقته بتصور مستقبله التربية شيء واسع جدا يا الله رب العالمين ونعم الإله العظيم هو إله هو خالق ومربي ومسير الخالقية والتربية والتسير نعم طيب شيخنا الكريم حينما نتحدث عن التبليغ ونتحدث عن التغيير هلنا أن نبدأ بتوضيح المصطلحات ماذا يعني التبليغ أو ما هي المهمة المطلوبة مني كمسلم أن أبلغ أبلغ ماذا أولا بلغوا عني ولو آية أعد بسهرة أريت بحث علمي رائع جدا نعم عن أنه في حاجز بين البحرين في علماء استهزئوا بهذه الآية وعدوا مو كلام الله هذا من من اختراع النبي الكريم صلى الله عليه بعدين لقيت في بحث علمي الإنسان بيخشعر بدنه منه نعم مرجى البحرين يلتقيان بينهما برزغون لا يبغيان بيزداد إيمانك ألف درجة إذا قرأت هذا البحث كلمة بالقرآن تعني علوم اكتشافات نعم إذن التبليغ أن تنقل ما لديك للآخرين فقط بإذاعة على المنبر بتلفزيون بجامع ألقي الدرس هل يستطيع كلنا أن يكون دعا شخنا وأن ينتفرغوا بلغوا عني ولو آية نشوف بدي أقول كلمة بس دقيقة شوي أتمنى ألا تفهم على خلاف ما أريد الدعوة عفوا لماذا تصلي سؤال لمسلم عادي بالطريق لماذا تصلي بيئلك لأنه فرض الصلاة في أوضح من هي نعم هل تتصور أن الدعوة إلى الله فرض عين عليك المسلم كالصلاة تماما شو الدليل في الدين في دليل لولا الدليل لقال من شاء ما شاء قل هذه سبيلي طريق إلى الله منهجي تعليماتي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله النبي الكريم أنا ومن اتبعني أي إنسان يعزف عن دعوته إلى الله ليس متبعا لرسول الله أبدا أي كالشمس واضحة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بالدليل والتعليل دين هذا إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا في عقيدتهم ولا تأخذ عن الذين مالوا فلابد ما تعطي المعلومات الدقيقة هذا التبليغ بدرس تربية إسلامية بخطبة جمعة بحلقة بالإزاعة حلقة بالتلفزيون بخطبة بعقد قيران هذا التبليغ أما لما تتعامل مع المتعلم تعامل يومي تسأله عن صلاته عن إقباله عن استقامته عن غض بصره عن ضبط الشاشة بالبيت عن ضبط العلاقات والسهرات في مليون سؤال تفصيلي فإذا ألقيت كلمة أنت بلغت أما إذا كانت فاعلت مع الإنسان تفاعل إيجابي سألته عن أحواله عن صلاته عن غض بصره بالجامعة عن ضبط لسانه عن سهرة كيف تنضى أيها الشباب بينكم يترى شوف فيلم لما من الدرس موضوع ديني فالتبليغ شيء طب إذن التبليغ معناته شيخنا أن أنقل ما لدي من معرفة عن الدين وأحكامه وتفاصيله إلى الآخرين لكن هاي النقل نعم أنت حينما تأتي بدليل علمي وبالتعليل وبالتعليل والتعليل وقد يكون دليل تاريخي وقد يكون دليل نصي وقد يكون دليل عقلي في دليل نصي في دليل عقلي في دليل تاريخي أنت حينما تأتي بالمعلومة مع دليل قوي استسلم المسلمين أما هاي حرام ليش حرام مو شغلك هاد الله حرامه خلاص هذا مو تعليم هذا هذا اسمه قمع من الدليل والتعليل أنا أقول أقنع ولا تقمع أقنع ولا تقمع طيب ذكرتم سيدنا بأن الدعوة فرض عيني على كل الناس هل معنى هذا الكلام أن تفرغ جميعنا إلى الدعوة؟ فرض علم على كل مسلم لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف بس يعني أنت استرت سهرة مع أصدقائك أحد الأصدقاء له اتجاه ديني قوي أم حكي تفسير آي تأثرت فيها أنت اكتبها عندك على الموبايل أو على ورقة وحكيها لزوجتك بس وأنت هنا قد بلغتها بلغتها لو لا ذاك أعد بالمحل التجاري حكيها لشريكك سهرت سهرة حكيها للحاضرين بالسهرة في حدود ما تعلم ومع من تعرف كلام دقيق جدا في حدود هاي فرض عين كالصلاة دليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني المعنى المخالف الذي لا يدعو إلى الله على بصيرة ليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم علامة محبتك لأله أن تدعو إلى الله هذا التبليغ وهذا فرض عين فرض عين على كل مسلم فرض الكفاية في حدود ما تعلم ومع من تعرف ومع من تعرف بالضبط فرض الكفاية فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل هذا يحتاج إلى تفرغ وتعمق وتبحر وتثبت أربعة يحتاج إلى تفرغ وتبحر وتعمق وتثبت تثبت بالأدلة تعمق بدي فكرة عميقة مو سطحية تبحر متسعة التعمق شاقولي والتبحر أفقي تحتاج إلى فكرة إلى دعوة أولا عميقة ودقيقة ومطبقة ومع الأدلة والشواهد والنصوص هذه دعوة دعوة دقيقة جدا هذه بتصنع إنسان يتفرغ لها بعض أهل العلم وتسقط عباد الناس يحتاج إلى تفرغ نعم وإلى تبحر نعم وإلى تعمق وإلى تثبت التثبت بالدليل نحن بالإسلام بالدعوة ما في هيك هاي حرام بس يا أبني بل فلسفة هذا مدعوة حرام لقوله تعالى حلال لقوله تعالى لابد من أن تؤدي العل والسبب إذن هذا التبليغ بما أعرف ولمن أعرف من الناس فرض عين علينا جميعا أبدا التفرغ الكامل له وفي حدودي ما تعلم ومع من تعرف نعم أما التفرغ الكامل للعلم الشرعي لبعض الناس فهو فرض كفاية كفو الأم عنها حد لي بقى نعم قال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ لَلْتَبْعِيْضِ أما الأولى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذا الأول أما الثاني وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مِنْ لَلْتَبْعِيْضِ أُمَّةٌ يَدْعُونَ كلام طريف وكلام مضحك وأنا بعدين بصلي وصاحب دين ما بتزبط الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية الله يفتح لكم شيخنا إذن هذا التبليغ الآن الجانب الآخر والهدف الدعوة الآخر ألا وهو التغيير نقل الناس من الظلمات إلى النور سيكون محورنا بعد الفاصل لنتوسع فيه وهذا جانب مهم أيضا من الدعوة فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود من بعد المواصلة حلقتنا عن التبليغ والتغيير فابقوا بالقرب أحياكم الله شيخنا وأستاذنا الكريم بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم نحييكم مستمعين في كل يوم خميس من الساعة الثالثة وحتى الرابعة يتجدد اللقاء ويعاد لذات الليلة في الحادية عشر مساء واليوم التالي الجمعة في الحادية في الساعة الخامسة مساء وعبر صفحة إذاعة حياة الفهم على الفيسبوك تتابعوننا بالصوت والصورة مباشرة مستمعين الكرام موضوعنا لهذا اليوم عن التبليغ أم التغيير أين يمكن أن يكون الهدف والسعي الأسمى إلى الإنسان شيخنا قبل الفاصل ذكرتم من المستمعين الكرام بأن التبليغ هي مهمة عظيمة وأورنا بها نبي صلى الله عليه وسلم والله في كتابه الحكيم فعلى كل إنسان فرض عين أن يسأل فيه كل مسلم بذاته وعينه أن يبلغ ما يعرف من شرع الله ولمن يعرف من الناس أما التفرغ التام للعلم فهو فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الآخرين لكن هو التبليغ مصطلح للنبي الكريم يا أيها النبي يبلغ العلماء التبين الأنبياء والرسل التبليغ ما الفرق بين التبيني والتبليغ التبيني الشيء يعني مو من عندك أما النبي وحي من الله مباشرة نعم أما التبين أخذت النص الذي قاله النبي شرحته أنت بينته وضحته نعم ذكرت علت علت سببه ذكرت مآلاته ذكرت نتائجه نعم فيه تفاصيل من اجتهادك تبلغ ما ليس منك الأنبياء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بعد شيء بطير عائل والله يعصمك من الناس أنت في حرز الله مدام كلفك تبلغ هو يعصمك من الناس وأنت في مهمتك أبدا مستحيل ذات المصطلح شيخنا تكرر في الحديث النبوي الشريف بلغوا عني ولو آية أي أننا ننقل ما كان منه هنا تبلغ ألوف الكلمة لها معنى سياقي وسباقي ولحاقي هنا معنى السياقي إذا كان للبجر نقل نقل أحاديث النبي للناس نعم أما إذا كان نسبت لرسول الله نقل عن الله ونعم بالله أخذ بالمصدر هناك نقل من إنسان لإنسان نعم طيب شيخنا الكريم هل تقتصر مهمة الدعوة وتتوقف على هذا الهدف العظيم ألا وهو تبليغ دين الله وقامة الحجة أم أكثر أنا ألي قناعة كبيرة جدا أي إنسان تمكن أن يقول بفصاحة وبلغة دقيقة وبشواهد وبنبرة واضحة وبأصول للكلام أما الحقيقة لما بطبق صار قدوة في فرق نعم بين أن تبلغ وبين أن تكون قدوة نعم ألي رأي آخر لو أنه الأب ما تكلم مع أولاده ولا كلمة تبليغ نعم وإرشاد لكن الأب ما كذب أمام أولاده على أمه على زوجته ولا فات ابنه عليه لأفاتح الشاشة أشياء ما ترضي الله الاستقامة وحده هي تبليغ لذلك استقيموا يستقم بكم أكيد أبن الله نعم هالبنت راحت مع أمه لعند الجارة تأخره والأكل تأخر والزوج جاء جائعا وهو يغضب الآن وين كنتوا قلت له ما كنت بمحل البنت صغيرة شربت الكذب من أمه شربت الكذب من أمه نعم الأب ما خلع ثيابه أمام أولاده يعني الفخذ وعورة ما غير ثيابه إلا بغرفة النوم وحده ما رأوا أباهم بشكل لا يليقوا به الحشمة هي ما حكى ولا كلمة بس الأبن ما رأى أبوه بوضع لا يرضي الله الله يفتاح لك طيب شيخنا انتقل إلى قول الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني من الحلقة ألف لامرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى سراط العزيز الحميد هل هدفنا لا يتوقف عند التبليغ بل ينتقل إلى التغيير أي نقل الناس من الخطأ الظلمات إلى الصواب ما كان لازم تسألني قبل منا فضع سين ليش الظلمات جمع والنور مفرد سؤال مهم الظلمات جمع الباطل متعدد في مليار باطل سبحان الله باطل قولي باطل عملي باطل دعائي باطل إعلاني باطل تصرفي في مليون باطل يعني بين نقطين بمر خط مستقيم واحد بس لكن بين نقطين بمر مليون خط منكسر مليون ومليون خط منحني فالباطل شوف شو أنا قلت أنه الظلمات والنور الظلمات والنور النور واحد فالحق واحد لذلك الحرب بين حقين لا تكون مستحيلة مستحيل ومليار مستحيل أن تقوم حرب بين حقين حق لا يتعدد لأنه يعني بين نقطين بمر مستقيم واحد لو حاولت تمرر مليون مستقيم كلها فوق بعضها الحرب من حقين لا تكون دقيقة وبين حق وباطل لا تطول الله مع الحق لأنه ونعم بالله وإذا كان الله معك فمن عليك من يجرؤ أن ينال منك التالتي أصعب شيء وبين باطلين لا تنتهي بتروح المعارك والصراعات عشرات السنين الطرفين على باطل وتتني على باطل من ينتصر إلي معه طيران بينتصر حرب عدة وعتار من ينتصر إلي معه مدرعات مدى هالمجدي عشرة كيلومتر العدو معه مدى مجدي سبعة كيلومتر هو بيصله وهذاك ما بيصله طيب شيخا إذا كان ألغينا الإيمان الأقوى ينتصر الأذكى ينتصر الذي يملك طيران ينتصر الذي يملك مدرعات حديثة ينتصر إذا ألغينا الإيمان صار ميزان أسلحة بالإيمان يلغى موضوع الأسلحة إن ينصركم الله فلا غالب لكم الآن شو السمان إن تنصروا الله ينصركم نصرته أقمت شرعه لذلك سيدي والله في حديث أقسم بالله لو نعرف أبعاده ما منا بالليل إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم هذا الضعيف هالفقير إن أطعمته إن كان جائعا إن كسوته إن كان عاريا إن أسكنته في بيت إن كان مشردا إن عالجته إن كان مريضا إن أنصفته إن كان مظلوما الله عز وجل في علياء يتفضل عليك وينصرك على من هو أقوى منك التغى ميزان القوة كله التغى إذا أنت قلت مع الله إنما ترزقون رزق وتنصرون بضعفائكم فإذا كان الله معك فمن عليك من يجرؤ أن ينال منك وإذا كان عليك فمن معك إذا كان الله معك والله يخدمك عدوك وهو لا يشعر وإن لم يكن معك يتطاول عليك ابنك أقرب الناس إليك طيب شيخ النكريم مهمتك داعية سواء كنت أب في المنزل معلم مع طلابه وداعية مع أشخاص وريد أن يدلهم على طريق الله بدي يكون مبلغ ومربي ومربي مبلغ بالجامع بلقاء خطبة نعم بلقاء درس بالإذاعة درس بالتلفزيون ألف كتاب هاي كلها تبليغ طيب هل يكفي شيخنا أما لما بتعامل مع شخص يوميا نعم بتابع أموره بتابع إيمانه بتابع انحرافه بتابع كسبه مشروع أو غير مشروع طيب هل ينتهي دوري شيخنا عنده تبليغه أم أنني مطالب أن أبقى معه حتى يتحقق التغيير والله سيدي كل شيء بسعر بمعنى الواحد بس بلغ ألو أجر عند الله أما بربي أعمال هذا الذي ربيته بصحيفتك اسمع الآية والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم أتأكد أنني فهمت نصيح الشيخنا إذا أنا أديت مهمتي وبلغت إنسان لي مرتبة من الأجر طبع إذا بقيت معه حتى تحقق التغيير ونقلته من الظلمات ربيته نعم كل أعماله بصحيفتك كل أعمال له ونسخ لي لو فتح الصين بصحيفتك جميل 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 والذين آمنوا نعم واتبعتهم وضح شيخ ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم هذا وما ألسناهم من عملهم من شيء هذا نفس المعنى شيخنا من الآية الكريمة التي قرأناها كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النوع نعم فالمهمة الدعوية هي نقل الناس ليس فقط تبليم الناس في أعظم عمل على الإطلاق نعم الله ماذا قال معلش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني ليس على وجه الأرض إنسان من آدم إلى يوم القيامة أفضل عند الله ممن دعا إلى الله لكن دقيقة في دعوة كلامية في دعوة سلوكية الموظف الأمين ليلي معه دونه عطاه درس بالأمانة هو ما حكو له كلمة بس ما شاه فوقك المال حرام ما اختلى مع وحدة موظفة متفلتة بغرفة والباب مأفول ما سوى أطلاقها استقيموا يستقم بكم واضحة تمام سيدنا نعم هلأ أما لما أنا بدي أرفع مستوى دعوتي بدي عالج مشكلات المدعو عنده بيطالة أنا بعرف من إخواني فيه كم تاجر قوي بدي أقول للتاجر إذا بدك موظف بعضتك واحد عندك بدأ يحل مشاكل إخوانه فيه بيطالة عنده ابن ضعيف في الرياضيات كتير وفقير الأب ما معه إجرد درس الرياضيات بشوف أستاذ الرياضيات مؤمن عطي كم درس لفولان كل ما توسع العمل التربوي عند الله كبير بصير طيب الله بيحبك العباده ونعم بالله فكل ما إنسان خدم له عباده بيحبه الله عز وجل سيأتي شيخنا من يقرأ علينا في قول الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدم من يشاء أي أنني سيفسرها البعض تفسير الشخصي أنا أعلمش مطالب أهد الناس ليس هذا إطلاقا يفسرها بما أن الإنسان أعطي حرية الإختيار أنت لست محاسبا لو أن الذين دعوتهم إلى الله اختاروا الانحراف ما لك علاقة أنت ممكلف لكن لا يعني أنت تكون دعوتهم الله نفسه زاته العلي ما أجبر عباده المن شاء فليؤمن طب عفوا بدا مقدمة الله خلقنا وربانا أعطانا الصحة أعطانا المال أعطانا الزوجة أعطانا الولد حياتنا بيده موتنا بيده رزقنا بيده الفقر بيده الغنى بيده الصحة بيده المرض بيده السعادة بيده ومع كل 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 ذلك ما قبل أن نعبده إكرها قال لا إكرها بالدين يا الله لا إكرها لكن أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب قال يحبهم ويحبون ما قبل الله عز وجل يلي حياتنا بيده سيدي نقطة نقطة من الدم تتجمد في الدماغ شلال أو فقط زاكرة إن نحن بقبضته ممكن بواحد بمليون سبب تنتهي حياتنا ويكرهنا من حولنا يتمنى أولادنا أن نموت غلطة واحدة بالجسم نقطة دم لا ترى بالعين تتجمد بشريان بالدماغ شلال بمكان فقط زاكرة عنا شخص صار رئيس وزارة قديمة قصة من بتلاتينات فقط زاكرته يطلع من بيته ما يجلس ساعة ثلاثة بالليل يبحثوا عنه بهذه الطرقات فقط زاكرت الطريق سبحان الله من دون زاكر الإنسان بنتهي كل شيء بيد الله سبحان الله سنسأذيكم شيخين الكريم مستمعين الكرام أن نتوقف إلى فاصل جديد ونعود بعد ذلك في الاستقبال مشاركاتكم على هواتف الإذاعة في موضوعنا لهذا اليوم نحييكم في موضوعنا عن التغيير والتبليغ في أدوارنا في الدعوة أن نبلغ الناس وأن نساهم في تغييرهم من الظلمات إلى النور مرحبا باتصالاتكم الهاتفية في هذا الموضوع على صفر ستة خمسمية وستاش أربعين وعشرين صفر ستة خمسمية وستاش خمسين وعشرين لنناقشنا نحن وإياكم هذه القضية شيخنا الكريم كنا قبل الفاصل نتحدث في قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة ليس عليك هداهم وفسرت فضلتك بأن الإنسان عليه أن يصعى لكنه ليس محاسبا إن لم يهتدوا هو مخير الإنسان نعم مخير أن يستجيب لله أو أن لا يستجيب أما النبي ببلغه فالنبي الكريم لا يحاسب لو أنه لم يستقم وكذلك نحن في دعوة أبدا ليس عليك هداهم أنت بلغ فقط أنت مبلغ شيخنا في قوله لكن مضمون دعوتك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أنت لا تحاسب لو لم يستجب الذي دعوته إلى الله لا تحاسب لكن لو هديته ليس عليك هداهم إلى غير الصراط المستقيم طبعا في إثم كبير أما إذا اهتدى أما دعوتك إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم لكن مسألة الهداية في مفارقة دقيقة بالآية ليست عليها إذن أنا مأمور شيخنا أن أأخذ بالأسباب وأن أتقن الدعوة وعلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب الهداية أو أن لا يكتبها إلى هذا الإنسان الكلمة التي تفضلت فيها هي أخطر كلمة بالعقيدة أنا مهمتي بكل حياتي أن أأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم أتوكل على الله وكأنها ليست بشيء أي مسهلة الله يفتح لكم سيدنا الذي أخذ بالأسباب اعتمد عليها وأن لهاها وقع في الشرك الخفي والذي لم يأخذ بها أصلا وقع في المعصية الله يفتح لكم شيخنا سأذنكم لإشراك مستمعين بهذا الحوار محمد تفضل أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسألنا الله يسعدك هل من ممكن أن يكون الشخص يعني رقم صعب ضمن الدعوة إلى الله وسؤال ثاني هل ممكن أنه الشيطان يبين للشخص أنه ليس على يعني شيء من الصلاح حتى يكون داعي إلى الله طيب شكرا لك أخي محمد نبدأ شيخنا بسؤال كيف يمكن إنسان أن يكون رقما صعبا في الدعوة أي ناجحا ومتفوقا والله أولا الإخلاص أحد أكبر أسباب نجاح الدعوة الإخلاص ثم التقيد بالأصول لا منام ولا كرامة ولا شطحة ولا تشدد إذا كنت وسطيا وفق ما جاء به النبي الكريم وقد أردت من هذه الدعوة إرضاء الله عز وجل أنا أقول لك والحق هو الصح لا يمكن إلا وترى نتائج هذه الدعوة نعم الله بده قلب مخلص وسلوك قويم طيب قلب مخلص وسلوك قويم الشق الثاني من السؤال شيخنا قد يوسوس الإنسان أحيانا الشيطان للإنسان أحيانا أنه أنت فيك عيوبك ولست مؤهلا للدعوة ما رأي فضلكم؟ بطولة الإنسان ألا يستمع للشيطان هذه الخواطر بالغية أنا هالحل عندي دائما الله عز وجل جل جلاله لا يحاسب على الخواطر لو جاء خاطر أمين خلاء الله مثلا لا تحاسب على خواطرك ولكن إذا ارتحت لها وتابعتها انقلبت إلى واقع حينما تنزعج منها ليست منك طيب ما رأيك فإذا أحببتها هي منك صالح شيخنا بالفكرة هل يمكن لي إذا كان عندي بعض الذنوب والمعاصي أيضا أن أكون داعية ولا علي أن أتجرد منها كلها بداية هذا جوابه دقيق جدا أنت لا تستطيع أمام الله أن تلقي درسا في موضوع أنت لا تطبقه كأن الله بعاتبك أنت كذلك يا عبدي أما تستحي مني لكن لو سئلت عن قيام الليل أتحدث عن فضائله ولعلي لا أصلي قيام الليل حينما تسأل ينبغي أن تقدم الجواب الصحيح والكامل لكن خلال أن أتطوع أن تبدأ أنت بموضوع أنت ممطبقه كأنه في حساب إلهي قاسي أنت كذلك يا عبدي أما تستحي مني طيب شيخنا بعض الأشخاص في الدعوة أو في إيصال الأحكام الشرعية قد يكون أسلوبه نوعا ما شديد قل لك أنت سألتني وأنا جاوبتك يعني لا يهتم أقتنع أتتغير وإنما بلغ وانتهى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وحبيب الحق وسيد ولد آدم قال له ولو كنت أنت أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم لذلك هون في عندي قانون دقيق قانون الالتفاف والانفضاض يا محمد كأن الله يخاطبه بسبب اتصالك بنا اقتبست منا الرحمة هذه الرحمة التي في قلبك لمن حولك انعكست لينا فلما كنت لينا لهم التفوا حولك وأنت أنت بالذات افتراضا لو كنت منقطعا عننا لم تلأ القلب قسوة ولن عكست القسوة غلظة وفضاضة فانفضوا من حولك هذه الآية قانون الالتفاف والانفضاض طيب شيخنا سأطرح على فضلتكم في القصة التي وردت أن شخصا من أهل الذمة مرت جنازته فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله إنها جنازة يهودي فكان جوابه عليه صلى الله عليه وسلم أليست نفسا أليس إنسانا نعم هيك من معي الرواية شوف سيدي هذا الإسلام الأنبياء إنسانيون أنت قد تكون سمحني بس بهالكلمة إنسان بعيد عن الدين كليا ممكن يأكل أفخر طعام بالمطعام بالبيت ما في طعام هذا أكبر أناني في إنسان لأسرته في إنسان لعائلته في إنسان لمن حوله لأقرباؤه في إنسان لبلده في إنسان لبلده الكبير في إنسان لبني جنسه في إنسان للإنسانية كل ما ارتقى الإنسان بيرتفع إلى فوق الأنبياء إنسانيون إنسانيون شوف عافية أنا مرة جيت من مغرب إلى الشام بطائرة وكان طيار تلميذي دعاني إلى غرفة القيادة دخلنا إلى سوريا رأيت بعيني رأيت بعيني ترطوس وصيدة بنظرة واحدة على ارتفاع 12 ألف متر أرى 500 كيلومتر فكل ما على الإنسان اتسعت رؤيته وأنا أضيف إليها وكل ما على الإنسان اتسعت عاطفته الأنبياء إنسانيون وكل ما تسعد دائرة اهتمامك تكون أقرب إلى الله الله يفتح عليكم شيخنا يفهم من هذا الحديث شيخنا أن النبي كان هدفه أن يساعده أن لا يموت على الكفر أن يموت على الإيمان فكأنه صلى الله عليه وسلم حزن لوفاته على غير الإسلام طيب شيئي إذا واحد ما بتعرف دينه وشفته وعي بالأرض وقفته إلي صديق امرأة بلندن وعيت على الأرض مرأة أمامه شيء خمسين شخص ما حدا إلا هو مسلم وقفه أنت ممنى البلد لا حول ولا قوة نعم انتهينا بالحلقة نختمها بالدعاء شيخنا الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زادا لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارضعنا اجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان والحمد لله رب العالمين الفاتحة هم